موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبغى النقل وفكر أسلم اليوم بش نعمل مقابلة خاصة مع الشاب إلياس وأول شيء رحبوا بي أهلا وسهلا إلياس أهلا كريم أسلم نحوالك لباس الحمد للباس عشك اليوم بش نتعرفوا مع إلياس حول عقلية المراهق في تونس بصفة خاصة وفي شمال أفريقيا بصفة عامة وفي العالم الإسلامي بصفة أعمة إذن عرفنا بروحك ساعة قبل كل شيء سيلياس عسلامة اسم الياس وعمر 17 سنة نقرأ في اللي سيطر وزي ما عني التكنيك كنت مسلم توا في اللقاء الدرية وقبل ما كنت في اللقاء الدرية كنت ملحد ومزلت اللوج ومزلت نبحث ومزلت نقرأ يعني من الإسلام تحولت الإرحاد ومن الإرحاد رجعت للإدرية ايه علش نجفش تقول لنا علش خاطر ما فهميش حتى حاجة قطعية تو تصبت الفم رب ولا ما فهميش رب أنا كيقول لك في الإدرية بين الدييزم والتييزم رب ايه أما علش في اللقاء اخترت انك تكون ملحد والله ما كنت عندي برشة علم أنا خرجت من الإسلام هكاكت ومعناها كيفاش فصل لك كي خرجت من الإسلام ما كنتش في مخي فتار أخرى في بيلي كيف ما كان إسلام ولا إلحى الطول فهمتني وكنش نعرف حاجات أخرى بشوية بشوية بديت نعرف ونقرأ وكل وعليش منتقدش لدينا أخرى بو أنا قريت الإسلام قريت مسيحية شوية قريت يهودية بذوم كيف ركزت عليهم بلا ديان السماوية ليه إلجيان ناتوريل كنت أولا نقرأ عليهم شوية بو ما اقتنعت بحد شيء وكل دين بقيت عنده اللي ديفون تاعوا اللي فاين تاعوا وما فترت حتى دين إذن يعني بصيفة إن الإلحاد هو مع أنت المنتشر يعني والتي تحدثت عليها أكثر الناس انتقلت مباشرة إلى الإلحاد من بعد وقت بقيت تفكر مع روحك تبحث مع روحك تبقيت اللي مع أنت أنت نفسيتك وطبيعتك أقرب في الوقت الحاضر لللا أدريك هاي فولا هاكي ما تكسوح إذن أحنا اليوم بش نتكلموا على عقلية المراهق في تونس كمثل طبعا كما احنا نعرفوا اللي عندما نتكلموا على دولة ما نقصدوهاش هي بعينها وإنما ناخذها كمثل ننطلع منه للحديد كما عندما نتكلم مع شخص الشخص الذي ذكره يمثل نفسه صحية ولكن يمثل شريحة كبيرة من المجتمع تنجمش سيلياس تحكينا شوية كيفاش عشت فترة المراهق كيفاش اكتشفت معانتها الجانب نجمو قولو الجنسي في حياتك معانتها أنت الشخصي بقى الجانب الجنسي عندي تجربة كبيرة برشو نجم نحكيها والتجربة خاصة وبريفيا على الأخر مراش نجم نحكيها اليوم معانا تنجم تحكي كل شيء بقى اللحقة ما خبيش عليك كأنا من الصغراء صغير صغير معانا أنا من الصغراء مكبوت جنسيين مكبوت برشو بقى اللحقة ما خبيش عليك تنجم تقول لي ثانا ثانا عمر معانتها بديت تحس اللي هناك فما كبت جنسي؟ ما عشرة سنينة كاك عشرة تسعة سنين كيفاش نجمش تحكينا معانتها كيفاش أول مرة يعني معانتها حسيت هذك الإحساس أو فكرت في ذلك الإحساس؟ بالله أنا خبيش عليك في التلفزة في التلفزة لقيته إنشان بيزهر من وقتها أولدت لي الغريزة نتاعي معانا فقط بحدها هذك هو ومن بعد بشوية بشوية ماشي الكبت ويزيد كل ما نكبر تنجم تقول لنا ما هو السبب الكبت الجنسي هو معتحالة عامة على أسف ولا يشمل الرجال فقط وإنما حتى النساء يعني أنا حكيت معا ياسر نساء في هذا الموضوع يعني حتى في أعمار صغيرة عايشين كبت جنسي كبير جدا ما هو السبب أنت حسب رأيك الكبت الجنسي اللي نعيشوه؟ السبب شوف ما كانش عندي برشة كونتاكت مع البنات ما كنتش نحكي مع البنات ومن يشتو سيابي مع البنات وحتى التور معنا وانتي تشوف المراهقين مثلا تواجه وصحب ابنت ويخرج مع ابنت ويتفرهد مع ابنت ويعمل ما كان فترة المراهق متياه وذكي أنا بالعكس جملة واحدة لماذا؟ لا ولا أنا أرى، أنا لا أعرف حسب رأيك أرى الأحكاية أسباب علاقتي مع ابنت يعني قريت ورأت وقالت العلاقة بسبب العلاقة تطفلهم وأنا علاقتي ابنت وليس بها جملة فأنا أرى أمر ذلك أثرت فيما غير ما أنا في بالي معنا فأنا نتعرف تنجيبش تعطينا فكرة قبل أن ندخلوا في الموضوع هو موضوع حساس ومهم جدا حول العائلة بتاعك العائلة بتاعي عندي أبويا وامي وزوز أخواتي واحدة عمرها 12 سنة والأخر عمرها 8 سنة أبو، أنا ما علاقتي مع عائلتي علاقة ستحية على الأخر أبويا وامي ما عارفوا عليه كان اسمي والقب وكان نقرأ، ما عارفونيش يعني ما عارفوش تبيعتي وما عارفوش شخصيتي أنا لا أحب أن أظهر لهم الشخصيتي حقا، أنا لا نجمش لأسف لا تعيش بنيفاق في المجتمع هذا أولا ما نحب بنيفاق تبيع فيها اللي رأيي نقوله ديجا قل اللهم يقبلها اللي أحد وقتلك سارة اف الله لك هل تقوله سارة لا 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 لا得 أبوها مرة من أجل أسفل أبو أمي واختي لديها برنامجين أنت على السحر وكل السحر يتحرك في شيئ من بعد وككل أختي بيعة صغيرة حتى أنا لا أفهم كيف أقوله أنهم أعلم جنون يتعامل مع الجنون وفهمها ديذة الشديدة يتقريبك كيف تتعامل مع الجنوب أنا لم أقبلتها من حب الشخطي من اللي هي صغيرة يحشي ولا أفكارك كيف حدث معي قلت لها لي عشقتها وذلك الخفل الديديين وكاميرا ونحن نتعلم جنوب وماذا كيف حدثت جنوب وماذا قتلت كيف حدث ومذكور في القرآن لما خلقنا الجنة والأنس قلت لها لي هذا الكلمة لا نستعرف بها وما نستعرف كان بالمادة وكام العلم يقول هذا بالتبيع وقلت قتلي كيفية وما كانت كفر ومتصدقش وكله قلت لي أنا لم أأجب أولاد كفار وما تخرج عليهم مدار وفي قليل حتى أبرد في الجو وأنا والأنس ويجب أن أعيش في المنفق وابوي وصلوا وموضوع فيه بالله حتى تبويه ماهوش يكلم مسكر ومتقبل معنى حسين وبالرغم مسلم رفض مسلم ويصلي ويصوم عادي معنى ماهوش يكلم مسكر وديجا.. نزلك يسافر هو وسيته على اكتب جبهم لي قال لي كتب تلحاد إذوكم اخوهم وماهوش مشكلة عطاهم لي ونقرهم، ماهوش مشكلة معنى يعني المشكلة هي عمك ايه أمك مدينة؟ مدينة لابس الحجاب؟ للي ليس لابس الحجاب أم مدينة برشا كانت لابس الحجاب قبل لونة حاط آه أوكي وما تقول لك لك أن تشتربس الحجاب والطبق في الإسلام؟ بو أجد بشو قولها إذي أما خفت بسراح عندي برشا كلمة النجم نقوله أنا ما فوق علي يا أخي مستي معرفة هذه الرب إذا كاش نحب بحثنا أجد. هي تفضل؟ أنا مرة جايك تخبر وتعلم أياه على الإسلام قالوا هتحب أن نكون مسلم مكانا لا نمشي لديه عش نمشي نجاهد أخي لا نكون منافق كيف أجد أن نكون مسلم مكانا أجد أن نكون مكانا له أجد أن تشترك نعود إلى المثلة المشكلة المراهق ما يسمى العقلية بتاع المراحق. قلت لي علاقتك مع البنات محدودة? الى الان علاقتك مع البنات محدودة? ايه حتى لطول. عليه شنوة خاف? ما مانيش سيابي برشي انا بيدي مع البنات وكله خاف حتى من روحي انا منو ندخل بعضي وما ما نعرشش ودجا ما 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 لقيتش الطفلة اللي كما نحبها تكونينا. ما سميش. حتى بنيت معناه اصحاب ما عنديش. واذاك ممكن لزياد والد انك بتلي عندي. معانتها انا معانتها دعتيك نصيحة يعني معانتها صفة عامة. لازم قبل ان تفكر في اي علاقة مع امرأة مهما كانت فهمت لازم يكون عندك صداقات ما تكون رحم ولا نية يعني كما انت تصوحب اولاية يعني صاحبك. تصوحب طفلة ما غير حتى نية خطرة فما مشكلة عنا احنا واحد يكلم طفلة ديريك تفكره جنسي. ليلي اذا كافاش نحكي لك انا نحكي لك حتى كصداقات معاناها ابنات. اي علش مدعناك صداقات يعني عادية. محدودة. اي با فاما صديقات ما علاقة محدودة اي علش مدعن سلين مش حويلك كهومة اي علش مدعن والسبب سلين حقاني ما انا عرش عليه انتي تشوف بعدها نتيجة به انتي قلت نتيجة امك لكن متنساش انها الثقافة الجنسية معدومة في تونس صحيح صحيح معدومة جنة واحدة ما فاماش حاطة في الدار بشي فسروا لك بشي يقولوا لك شي يعني طرحت عليك انتي سؤالات عندما كنت صغير سؤالات كمشنية مثلا يعني سؤالات يعني فيما يخص الجنس فيما يخص العلاق بين المرأة والراجل شكون كنت تتوجه بشي تسأل هذه سؤالات كنت كنت لحقيقة كنت تتوجه لهم مثلا يقول لهم كيف يجيز بيبي مثلا يقولوا لي ربي ربي هو اللي يحط بيبي في الكرش المرأة ما عدمش حكاية أخرى ما ينجمش يقول لك رو تسير رلاصيان بين المرأة والراجل يعطيك تسير عالمي ديما ربي هو اللي يجيز بيبي في الكرش المرأة وقتك كبيرت انتي عرفت الحقيقة اي بطبيعة عرفت شكور ربي ايه عرفت ربي ايه عرفت شكون يحط ايه عرفت شكون يبص الروح المهم خلينا نرجعوا عندك ش نقطها كمعينة تخلي المراهط يعيش معندها كبت جنسي في مجتمعك المجتمع التونسي نجمش تعتينها تحليلك يعني على حسب تجربتك انتي نقطة الفلانية كما مثلا قلت أمك اللي هي عندها منتها شخصية علاقة معاها مهيش حميمية نوعا ما شنية الأشياء الأخرى التربية، المجتمع، التنفذة، الإعلام كل هذه الأمور تعطينا مثلا تحليل الأسباب اللي تخليك أنت كشخص وأكيد عشرات بل المئات بل الألاف رجال والإنسان عايشين هذا الكبت الجنسي طب مثلا أنت في عائلة تربي في صغار وفي مراهة ودا عندك طفل وعندك طفل نقول وجيه وتوامر نهار السبس، مثالش طفل يخرج ومثالش طفلة ليه تحسن أعطي أكثر تحسن أكثر تحسن أكثر تحسن أكثر أي شخص لأبناء أخرى يحوصون مع أبناء وشخص تكون له كالعقدة تحب أن تستيق في الولاد، تتعرف إلى مملكة تحسن أكثر تحسن أكثر تحسن أكثر تحسن أكثر أعطيتك ومن الرشد؟ بالنسبة للراجل التي تولد في مجتمع لبنائك لا تخرج وكل واحدة يجيب فقراسة لا يعرف ما معناها لا تتبيع شيئا وكبت كبير هل ترى انساء أكثر من رجال في تونس؟ هل ترى انساء في تونس؟ لا ترى انساء أكثر لكن لا يرى انساء لا يرون حتى ترى انساء في تونس لأن اخوان اخرى و البناء لا تفعل من قصيرة وما هو الراجل الراجل هو الراجل المثال وهذا يبدوا تشعر تشعر يبدوا تشعر تباك كيف تعلمت كبت تجارب تبال؟ تعريفي الكبت علاقة جنسية لا تحب تعمل علاقة جنسية هذا هو تعريف الخاص بالبئ يعني علاقة جنسية نعرف الكبت هو علاقة جنسية يعني الكبت هو عدم قيام بالعلاقة جنسية لكن نعرفوا اللي احنا فاما ما يسمى الاستمناء والاستحلام وغيرها من الأمور اللي هي نوعا ما متنفس لتقسير ما يسمى الكبت الجنسي ماذا تتجربتك في هذا المجال؟ مستورباسيون مستورباسيون هي استمنات مستورباسيون قتلك تجربتي معها كبيرة مليون صغير مليون قتلك عمري 10 سنوات ومن وقتها قلت لي مستورباسيون بل حتى ما نبلغ هذه المشكلة كبيرة وتلقى فيها متنفس؟ ماذا تتجربتك؟ ماذا لا أعلم؟ ماذا تتجربتك؟ ماذا تتجربتك؟ ماذا تتجربتك؟ ماذا تتجربتك؟ ماذا؟ مسائل نفسية؟ مسائل نفسية لكثيرية ما هو العمر الذي نحصل به قليلا كما قلت بما عمرتي 9 سنين حتى التوى في موضوع الجنس لا تتطور أي شيء ما رأيك فيها المستيرباسيون؟ بوع قريت على المستيرباسيون قولك لا تفوت مرة في النهار لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد ضرر لا تكثر منها تنجم تردك بخيل برشة ولا تخرج من الدار ومسكر على روحك من العرش كان عندك علم كبير بالمستيرباسيون هي رأي المستيرباسيون صحيح هي متنفس ولكن معجز يعني أكثر شيء يعني الإنسان وقت هاي يعمل مستيرباسيون سواء ديمة ولا فترات تبخلوا بش يعمل علاقة مع مرأة بينما كي يمنع روحه من استمناه يفتر بش يعمل علاقة مع مرأة لا تشوفش المسألة بالطريقة هذي؟ لا أنا لحقيقا ما شوفيها شابك عليك موحد يعمل مستيربي يعمل علاقة مع مرأة زادة فرضوط نعرف أمام أنت تعمل مستيرباسيون مع أنت فقط تعتمد عليها هي مش تتوليلك عادة بليك لي مع أنت اكتفاء ذاتي ليك وتتولي مع أنت تعيشها وحدك لا إخي أنا كان بش نلقى مرأة بش نعم معها علاقة بش نعمل معها بش نعمل مرأة بش نعمل مستيرباسيون حاجة واضحة معنا أماما علاقة أنت مثلا تحاول بش تضغط على روحك بش متعملش المستيرباسيون بش تذتر بش تمشي لمعها نقص ثقة في النفس معنة شنوه علاقة نقص ثقة في النفس شنوه الأسباب اللي يخليك معنتها ما تثقش في نفسك شنوه نظل معنة هالمشكلة اللي تقلقك من عرش وانتي يجاوبني ما تقبلش إنها واحدة تقول لك لا 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 بالعكس ما ما قلقنيش أنا صارت لي حكاية وانا صغير صغير بارثا في المكتب بو أنا في المكتب كان عندي شعور على طفلة ما كنت الكلي ما نعرش مش حبة ما كلي ينجي ذاب على طفلة أول مرة في حياتي صغير في المكتب حسنا أنا أصمر لوني أصمر ليس كحلوشة ما أصمر أصمر باش نحن في القصة أن الكرافة قتلي منين انت من هنا بلاد قلت لي أنا من جربة ها تقصد قتلك من أي مدينة ايه قلت لي أنا من جربة قتلي ذاك عليش انت هك حل مساود أنا طب باشت رأسي بديت مبكي وكل قام يضحك والطفلة قلت لك عندي نجي ذاب عليها قاعدة بحثية نظرنا قاعدة تضحك علي يا ذات من وقت أفقدت ثقة في روحي برشة والبرو والمعلمة ذاك نلقى هنا في الشارع عن سبب بصراحة الله من وقت قاعدت لي عقدة ما ننسيه بصراحة الليavi اللي يسميوهم معانتها معانتها يربيوا في الأجيال كيفاش معانتها يفقدوا الإنسان الثقة في نفسه ويدمروه حياته كاملة فانتها يعني هادهم هما هذي وزارة التعليم شنو أتخرج معانتها مدرسين في هذا المستوى منهم فانتها فانتها معانتها وانتي ما نجمتش تتجاوز هذي الخطوة لا الحقيق قعدتلي باب نحاول باش نجاوز وكل ما خمامشيها برشا لما قعدتلي في اللواعي ما غير ما نشعر بالفعل يعني هادية معانتها معانتها تصرف تصرف عنصري وتصرف منحط الأقصى درجة عندكش حاجات أخرى تخليك اللي انتي ما تتقشف نفسك يعني انتي توا معانتها قلت اللي معانتها المثلة ما يسمى بالنبزة أو بالسخرية متع المدرسة المنحطة أخلاقيا وإنسانيا هي السبب معانتها اللي خلات عندك عقدة من ناحية الجسد اتجاه المرأة ولكن معانتها شنية الحاجات الأخرى اللي تتذكرهم انتي في طفولتك تؤثروا عليك بايه قلتنا في اللول علاقتك مع أمك إن أمك عندها شخصية قوية جدا خلاتك تخاط نمسا المشكلة الثانية هي السخرية متع مدرسة يعني تقري فيك من المفروض يحترمك كإنسان وتعلمك الأخلاق معانتها الإنسانية معانتها تنبز وتتصرف طريقة عنصرية ومنفكَة أأتينا شيء أخرى تجعل تتفقد الثقة في نفسك بووو وأنا صغير دي ما حاط في مخي المظهري خائب دي ما حاط في مخي ذي كنرش عليها حاطة لي كوليجين تيعي ماسخروا عليها يا كحلوش فيها دراشني أما كي كبرت بالعكس معنا استفاء على الأخير أما التوا بي مشى يجي نعمل كونتاكت مع طفلة جعلة الحكاية ذيك أما مع روحي ولا مع بيدة آخرين عادة ما نغزرش روح هكذا أما الحكاية تربطت معها السكس الأخ كان معها البنات يجيبش معهم بكونتاكت معهم ترجع للفكرة ذلك فيما ترجع لك هذه المسألة خاصة يعني كما قلت زوز إنساء هي مدرسة وأمك هي اللي مع أنتا كانت السببك عملتش مرة مع أنتا محاولة مع طفلة وقع لك يعني المشكل المعين لا 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 عملتش طفلة مثلاً ولا لكن سمعني انسيت بشي نقولك أنا كان عندي رلاصيون سكسيال مع طفلة في الكوليج نعم أحكي لي عليها بقى الحقيقة ما عملتش معها الباهي بجملة من كثر ما كنت مكبوت فاهمنا بشكل مرة نمشي إلى الدور أم وكل مرة كانت تقول لي لي كنت عندي كابتور ديكران على الفيسبوك وكما يجيش معي سألتك تقول لك ونفذح كرة درشنية وكل مرة كنت مسلم نعم نعم حتى أنت بتعمل هكذا وانت مكش مسلم بالتبيع أنا دجاة طفلة قابلتها وطلبت منها اسماح وكل لا لديك برشا أو قبل تسمحك تاعك؟ ليه قبل تسمحك تاعي وصداء معنا صداء على الأخ حصيلك يقول لها ما جيش معاي وانت عمالي شك وانت نفذ حكولك وليش كامل بيش يسمع وكل هي بينشير وتخاف وطبعاً يتنشي معايات وخاف في حياتك يعني معنى انت مست صغير طبعاً في أول حياة بتاعك لاحثش مرة ان الطفلة بربط فيك ليه جميع 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 بلك انت ما تنتبهش يا أولتي ليه صدقني ليه ليه والله جميع تجاه صارت لي فازة مع طفلة زيادة سيد بش نحكي لك في الفترة انت على الكوليج متاع ما وقتها عمري خمسة عشر سنية كاك فما طفلة في بيلي تضربت فيه نسخائي تضربت فيه وبعض صحبتني صحبتني عليها قطر عندي واحد ساحبي هاي المضروبة فيه تحب صحبني انا بش تقرب منه هو تصبح صحبتني كيفية ما الاعقلية وذي وطفلة نعرفه حتى لتوى نعرفه طوى خمسة عشر سنة عمري سبعت عشر سنة معنا بتبعه هوا مقبلهاش حتى هوا والحكاية خطرين مبارس مثل اخوات انا ومشي انتقامي كما اقولو ومشي انتقامي كما اقولو وهي ما فهمتش عنه متنجام شديد قول واللي عندها معناه يعجبها تطفل اذاك وكهوم ما غير ما الحكاية تعمل فيها وانا احبيتها تطفل اذاك بحق حبيتها في الاخران فارج سار كيفية هي طلعت تحب تصوحبني انا مشي تتقرب من صاحبي اذاك وليت اللي هي مضروبا فيها انا بحقا انت ماذا ترى انساء في تونس بصفة عامة ؟ يصحبوا ,عليش ؟ ماذا تعتقدون الى اشياء التي تجدهم يصحبوا الرجل؟ انا بحقا انتفع لك كان الناس كراهب وليست من رؤية مرأة بسبب انه ليس يبقوا ومراة الناس سميشة وفلوشة انا بحقا فانتني بو فاما الهي يقولوا احنا سكوروا وطالعوا بلغتنا لانتو راجم تاعو وين يسكن تحكيت هذوك فانتني كنت مجمس تحددلي العمر لا نتكلم فيك في عمرك انت في عمرك انت اه في عمرك يحب كدفل يحسوا عنده قوة قوي هكا ديما فازلت الليسية كفي دخلة ديما يترشق الفلام و ديما يغني ومحير اسمه في الليسية والحكاية هذيك فانتني يحسوا واحد عنده قوة معروف فانتني حاسروا واحد متروتجية يعني يحبوا الشخص اللي عنده شخصية اي الشخصية مش من مفهوم اللي يجيب برشرة يحبوا كالباندي والمتكبر والمعروف اللي شي وكالشق فلام وكالحكاية هذيك هذك اللي يجبد البنات هذك اش يجبدهم ميجبدهمش الشخص مع انت العادي الطبيعي الرايب على روحه والهادئ ميعجبه ليلا كليل ليلا ليلا كليل على الليسية اشتركوا اشتركوا في الممكن في الغريزة خاطر ديما المرأة تلوج على شكون يحميها فانتني وهو ذاك اللي يمثلون لهم الحامي ليهم يحسوا روح بروتيجية معاهم ولكن هذا متشوفوش نوعا ما تفكير حيواني؟ ليس صحيح حيوان ديما لوش بشي تخبز اوه هذك هاي عقليتهم ما تعمل لهم ليحبوش كل حد وحد روحه متثقف ويقرأ وعادي ما يحبوش ليحبوش طريقة ذاك حبو موتورات ما بعض لكن فالما انت وابنات بصفة عامة حتى هم عقدين يعني كيف هم عقليني؟ يعني هم بيتهم عايشين العقدة العقدة الجنسية بتاع المراهقة ومعنتك كما نقوله حتى حد ما يغذر ليهم علش انتي متتجهش لنوع من نساها دوما اللي يحملوا نفس الطبيعة النجم نقوله انت انسان معاقد يعني كما نقوله المعاقدين مع المعاقدات يعني يمشي فاركسلك واحدة معاقدة مش مهم هي التجربة وحاولوا بيش تحلوا عقدة بعضكم عن فكرتش في ذي الموضوع يعني تشوف واحدة مثلا نضرب لك مثال تشوف واحدة مثلا جادة روحها ما يكلمها حد ما ينتبه لها حد وحاول بيش تتقرب لها بوه بوه انا حكيت ان انتقربوا لبعضنا لحلين العقد نحسها نحسها كاستغلال تركي فيهم معاناين نمشي لبش نحل العقدة متاعي ما تعجبنيش ايوه لكن كتجربة ساعات يعني لازمنا في الحياة نجربوا حاجات ولو حتى ما نشاردون عليهم احنا ما نشخ نصرين شيء خاصة انت توا وصلت الدرجة من الوعي والمسئولية الإنسانية اللي منظمش مع انت كمش تعمل هذك الشيء انتقام او مش كي مقبلة اكيد وقت كنت مسلم كنت تتصرف بطريقة الانتقام وبطريقة الاستغلال وبطريقة فنت التعدي على الاخرين ولكن الان يعني هذي مصلحة عامة بينك وبينها سنتك بو انا ما عنديش فيزيون برش عالبنات ما نغزرش برش عالبنات ما نركزش ديما مع الولاد ما عنديش نظرة بها ما نثبتش نحاول ذلك شو حكمك عالمرأة؟ ما فهمتكش معناها يعني المرأة بالنسبة لك شنوه؟ ما فهم حتى فرق بين مرأة وراجبك انسان عبد نعرف اما انكلم فيك بمفهوم نظرة المرأة بالنسبة لك انتي كشخص كانت تعذرها كالراجب يعني تتعامل معها كالراجب انتي متتعاملش معها كالراجب تتعامل معها كحاجة اخرى اه بمصير اه اذا عليش شنوه شنوه نظر يعني با انا نحبك حسبا نتصوره وحسبا نتمنى انا نحبك نعمل ريلاسيون مع مرأة مش ريلاسيون سكشيال معنا نتعرف على مرأة نحب نفرغ مشاعري ليه وي تفرغ لي مشاعرها لي نحن نعرف عليه كل شيء تعرف عليه كل شيء ونعمل ريلاسيون طويلة مش كصوحب شر وقصه او عام او تفادليك وبدل واحد نحب ريلاسيون توقع ديما وحب حقاني بيناتنا وكهو مغير تفريخ وتفادليك واحدة كالحكاية وما يقعش بيناتنا استغلال او فلوس ولا على على سيكس ولا حكاية لكن هذا التبكير لأن هذا التبكير يعني تحب كل مرأة من المفروض لأنه في طبيعتها تحب العلاقة الدائمة والعلاقة التي فيها فيها فيقة والعلاقة المستمرة يعني هذا معامتها أمنية كل مرأة يعني هذه المرأة التي تكبرها وترزنها تعمل عقلها وانا هي صغيرة 10 سنوات 18 عام، 20 عام، ما زالت تلعب، ما زالت صغيرة، ما زالت ما تفهمش باقي تحب تبدل لأولاد وباقي تحب تعيش برشة ديز إكسبريانس وكله ما تنجمش تلوم عليهم معنا واذاك علينا عندي نوعة كبرت كبرت قبل عمري بشوية فهمتني حتى لأولاد ما يهكم، معنا هذاك شي يحبوا يحبوا يبدلوا وشهروا شهرين وبدلوا واحدة أخرى وكل فهمتني وعليش بتعملش كيفهم؟ يعني نور المو في العمر بتاعك ما يجبكش تفكر بالتفكير هذا، عندي توا وتحكيت لي توا التفكير هذا كأنك تفكر في واحد عمره 40 سنة صحيح حسين، بوعا أنا هك، أنا هك، ما نحبش نبدل روحي نحب نكون كأنا، معنا حتى كان مع عمري ما وصلت نعم رجل سيما مع طفل في عمري يا هذا نكون كأنا روحي، ما نبدلش على خط رعب داخل وش نعمل حاجة لا بش تكسب تجربة، ما تشوفش إلي معناتها كثرة العلاقات مع النساء مثلا مع هذي شهر، مع هذي جمعة، مع هذي نهار، مع هذي كذا فهمتا، هذي كتك تكسبك خبرة في المستقبل بشتعرف أنواع النساء لخطر النساء كل مرأة ونوعها ما هو مش كيف كيف نعم صحيح صحيح فهمتا، يعني هذه التجربة مع أنتا، تجربة مش مثلا تمشي للمرشي تقول أنا كل يوم نحب نشري بطاطا أكا حول هذا حقيقة تبيعتي ونحب البطاطا، ما نشريش، ما نغزرش حتى حاجة أخرى نعم صحيح ما تشوفش اللي أنت هوني العقدة منك أنت بحد ذاتك يعني المشكلة يمكن تكون من عندك أنت من داخلك أنت نعم صحيح عنيش ما تفكرش يعني كما الشباب الشباب اللي في عمرك سمعة ترسل سناء لازم يكون عندهم تجارب كثيرة نعم صحيح، عندك الحق ممكن مشكلة فيي أنا داخلي أنا صحيح، ما ما نعرشني ما هي السورس بالضبط منتع المشكلة، وأنت هون زيت خمو فيه كلامكم موضوع معناها بتاع الاريلاسيون وكل، وبالكش نبدل كان بالرأس من نستكشف روحي مليح واشنين المشكلة بالضبط اللي داخلي نعم صحيح نعم صحيح نعم، وفي بعض الأحيان الياس يعني الإنسان لا يجب أن يبحث على الكمال فهمتك؟ يجب أن الإنسان في الحياة بصفة عامة يبحث أول شيء على التجربة لا يفهم ما هو الكمال الذي يناسب فهمتك؟ لا يفهم ما هو الكمال الذي يناسب وأنا نحكي لك حكاية صغيرة أنت على واحد شخص كنت نعرفه في باريس وكان هو معناها جانب فهمتك؟ وأنا بصراحة معناها كما نقوله فرفات ياسر فهمتك؟ أنا مع طبيعتي هكاكا معناها نتحرك ياسر فهمتك؟ يعني تلفت الانتباه في التحركات التاعي في الحفلات ولا حاجة وهذا الشخص عكسي كليا فهمتك؟ يعني عكسي ديموجي يقعد يعني كما نقوله رزين مش كيفي أنا أنا فرفاش وهو رزين المهم يقول لي معناها ديم يقول لي هو ما عندهش تجارب زادا كيفو كبير هو كان في العمر يا أخي أنا معناها وقتها انصحته قتله شوف أخي بوحدة موجودة في الحفلة وأكثر وحدة أنت تشوفها من خايبة طبعا أنا ما عنديش إنسان خايب وباي يعني كل إنسان مهما كان خايب عنده شكون اللي يشوفه باي أنا مثلا في المظاهر ما تهمنيش أصلا كلها أذواق كلها أذواق كلها أذواق وبالفعل فما واحدة نعرفها أنا ديمة تجي حتى حد ما يحكي معها مثل فتش الانتباه مثل فتش الانتباه وهو قتله شوفها ديك مثلا أنا عليش بتعملش معها علاقة مثل يا أخي قال لي لي هاو ما تعجبنيش قتله الهدف مش تعجبك ولا ما تعجبكش الهدف انك تعمل معها تجربة مثل تكسب تجربة إذن ساعات احنا في الحياة ما نشبش بقولين مش نكونوا كريم وربعين في حياتنا لازمنا نحاولوا نبدلوا نعرفوا ما نقولش أنا هذيك الحاجة أكا هو هذيك طبيعتي لا طبيعتك ما تجربش تعرفها في العمور بتاعتك طبيعتك تعرفها بعد لا تعمل عشرين ألف تجربة ما تجربش تقول أنا نحب كالي كوكا كما تشربش البوجة وتشربش الفنطة والبيبسي وكلهم تشربهم خطرك أنت في العمور هذا أو أنت تشوف مثلا الغربيين تلقاه مثلا أنه عندك يوصل في العمور بتاعك أنت يبدأ عنده يصل علاقات فمتى معها هذي معها هذي معها هذي لكن النهار تجيبش يختار واحدة ويكونوا معها يكونوا معها الحياة كاملة لماذا؟ خطر عرف شنو يختار خطر جرب كل شيء معنى وعرف فنية الحاجة البرفيف فهمتك إذن ما تقولش مثلا ساعات كما قلت لك أنا أعدك عليش سألت قلت لك ما تشوفتش واحدة مع أنت مضروبة فيك حاول مش تنتبه من حولك يعني أكيد أكيد مستحيل فماش إنسان فماش إنسان ما ينتبهوش ليه فماش إنسان منش شفت الطبيعة متاعك فما في المقابل زي طبيعة كيف مع أنتك تكمل الطبيعة متاعك تكمل الطبيعة متاعك هذه الشخصية متاعك تكملها ما تقعدش يعني ديما في إطار كما نقوله إحنا لولاد فهمتك خليني نرجع المثلة أخرى في نفس هذا الموضوع هو ما يسمى التبزنيس أو ما يسمى التشكيل فهمتك ماذا تجربتك مع التشكيل أنا مقذبش عاليك مع عمردي ما بزنست على طفل عمردي ما بزنست على طفل أيه عمردي 17 سنوات عمردي ما بزنست على طفل خط ليه عمردي كم أنا أحكي لك يا كريم مع عمردي ما بزنست على طفل عمردي ما تقدماش في الشارع ما أهلى عينيك ما أحلى أزينك لا لا خطر راعي حكيه زيدة ما عندي ب Sangre إنبعض قلت مهلى زينك ولا مهلى عينيك بش تتعدى وإنتي بش تتعدى تكمل الثنية ايه مبعد عاود تتلقاه ومرة اخرى متعرش الظروف بو انا ذي رأيك يقول الكلمة وكلمة فهمت يقول الكلمة وكلمة يعني متعرش الظروف ساعات مثلا ترميلها كلمة مبعد عاود وتتلقاه في بلاس اخرى فهمت فهمت وتعتل عليها وتعتل عليك يعني لازم الانسان يكون شوية مارن يعني زادا مش يبدأ ماشي يمطبس العصر وعكاية ما عند الله يخير انه ابقى ما عند الله يخير انه ابقى خوادي خرجت من اسلام يعني عمتها ما معنتها ما معنتها ما معنتها تستنى في حورية في الجنة لي لي مش حكيت اسلام انا عرش انا مقبل ما عمري ما اشوفك حياة البيزنيس بالرغم الحب اللي عم دليل اسيان وكل اما حكيت بيزنيس وكل جملة باشنو المجالات اللي تخليك يعني تقترب للمرأة غير المدرسة واه ٍ٠٠٠٠٠٨ آ�ه ـ البرتوال важي أجل الحل الحل لا تنريد status لم يحدد في القهوة Moiikkaed لا ولا وقد تنريد رجالة لأنني بدأ مع جميل3 جهت حل 550 لا تريد المصابة أنkhbazmaiikka لن تبحثم من لجي فهنا أنا أيضاً أن يشوفو بشخصوصي يبدوا أن يأتي بالمشيئ بالمشيئ كثيراً فإنني تنتجيك بشخصوصي لن تنجح بالمشيئ لان أنا أتبعهم صاحبتها وليس تنجمما بالمشيئ فإن تتجعل تحديدك كيف أتخبرك كيف أتخبرك أنا أخرجت أن أصابها أسمها كريم ويأتي بالمشيئ قال إنني أرى ضيج بشخصوصي كيف أتخبرك معهم ويأتي بالمشيء أنا وقتها في فترتها مسلم أنا وقت نمشي هو يحكي وره فيه هو موش مستنس جملة ما عندوش حطوه مع ابنيك ره فيه يحكي وقدموا صفامة أنا كل يحاسي دركي فيه قلت شبيه هو يحكي وانا هيني قاعد حبيت ندخل روحي في الموضوع مشيت أنا بفدي كمان مشيت نحكي ماما بفديك على الأخر سبونتاني ماما مش بالحق جبت وقلت له يزي يزي كريم حرام يزي كريم خلني بشي وحرام البنيت اتفاجأ ومشي او من وقت انا في بلش ندخلها بفدلك وانا وقت انا مربي اللحية وقتها برش اللحية طويلة برشة كنتمي خلت لها بفدلك اخي ابنيت اتفاجأ ومشي وبي سب فيي هو وانا سب في روحي ما عندها عندك صاحبك انتيم يعني تمشي معاه مثلا البلايس معتها غير المدرسة طبعا او بطبيعة عندي عندي جروب متاع اصحاب عندي جروب لا تعني اتفاجأ بالجروب الجروب ما يعمل شي راكي تخرج مع جروب ما تعتبر حد شي لا فهمي فهمي اختي اختي نخرج مع جروب عندي بالجروب متاع اللي زميع انتين كل مرة عطا نخرج مع واحد ونخرج كل مع بعضنا بريدك يخرج واحد مع واحد مثلا ولا يبدأ يوزوز فرد جروب معنى الكونفيرساسيون ما تبدلش والعلاقة ما تبدلش هي بيدة مع العبودة الكلم فمش فرق بين واحد فينا وعننا اصحاب اخرين اصحاب اخرين يخرج الجروب هذلك مش كما احنا في بعضنا فهمي وهذو ما اصحابك يعني عايشين نفس المشكلة انت عن الكابتل الجنسي؟ لا لا عندهم صفاء عندهم عادي ريلاسيون مريقلين معنى صفاء وما تحكيش معاهم في هذا الموضوع؟ لا لا نحكي نحكي بالجديد ويحاولوا يحاولوا وعاونون يقولوا لي تحرك اعمل لمشي ما راو ما نقصك شي وكل وانا نحاول نبدل الموضوع ما نحبش نحكي فيه برشا علاش ما تحكيش فيه؟ بو انا الراه موضوع ما يستحقش خطر برشا وقت وبرشا حكايات الرافة ما اهم عنه لا علاش هذا بيدو امر مهم يعني امر مهم ليخليك انتي يعني تنتقل الى مرحلة اخرى خطر دا يعني النجمو يقولوا يعملك ارهاق نفسي بو عن ارهاق نفسي صحيح عندي ما نخبيش عليك يذكروا ويحاولوا يعاونوني بكل ما ينجمي ما عندهاش واحدة مثلا صاحبتها عن طريق مثلا اسلوب التعرف عن طريق واحدة اخرى عن طريق واحدة اخر صاحبك عنده صاحبك؟ اوه صارت صارت اذا صارت لي في الكوليج في الكوليج زاد عمري 14 سنة وهي 14 سنة زوز يقروا معاي فما واحدة اضربت فيها في الكلاس ليس حب ووقتها ما زلت معرش معنا حب صغير اما انا في مخي نسخي له حب فنتني ما نقصده فنتني اضربت فيها في القسم وفما صحبتها ميور امين بتيح اصحابي انا وياها اصحابي انا وياها قلت لها ما انا بتنجمش اه تعاوني كيفاش نسو حبها وكل قلت لت او انا حكي معها مشيت حكيت معها وصحبتني انا وفي بالي تحبني اما طلعت صحبتني جمع وقاسينا طلعت مسوحبتني على خاطر صحبتها قرص دخلت Hoffman شعر يعمل لخاطر صاحبتها و.... ما هي البلاظة اللي تايح فيها انتي origins هندي تونس موجودة؟ ايي في تونس اي والخرى تصوح وبلا خطر موتورات، Little raus contra 그다음 chez Emia والخرى خطر تراتيGUO ومنها أكس بالتجربتك في انترنت تجربتك في انترنت باوكا يقول انترنت يعني لسي injet pourno ora واخذ اخر لا سمحني سمحني عفاغ لسيت بورنو انا قلت لك على التعرف ما نيش نكلم فيك على لسيت بورنو اه ليه تعرف ليه كيكا جمي يعني مثلا في الفيسبوك في مواقع تعرف فانتا علش متعملش تجربة في مواقع تعرف او على الفيسبوك مثلا تعجبك وحدة ولا اكيد مثلا وحدة مثلا تعملك جيم ولا حاجة تعرفت بزنيس يعني بشوية بشوية فانتا علش متعملش تجربة كبيرة كالجيم وتعديت على روح وكاو فانتا علش نعطيك حكاية اخرى في الفيسبوك اريد كيما انت يوصل كل يوم تقوم في صباح تلقى 150 ميساج البنيت كيف كيف رابرسك في تونس نفس الحكاية فانتا علش تفرز بالميساج بالميساج فانتا علش يعني الهدار ارجع؟ لا الهدار ايه يعني هاو مشهورين في تونس ايه يا اخو يا صاح عليهم هم؟ ايه صاح يا عايشين خين مرجال يعني هي تختار ومعنطها وعندها شواء قد ما تحب بهاية عندها عندها اخويا شواء تخير وتختار كما تحب بهاية ايه ما هيش عايشة عقدة جنسية او عقدة فانتا ايه ما هيش عايشة عقدة هيا معنط ما اذا انا احكي لك انا او في العاصمة مش 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 في الجهات الاخرى وكل فانتا يعني يتي تشوف في تونس في العاصمة او في المناطق الساحلية المرأة اكثر عقدة جنسية من المناطق الاخرى اقل بالعكس اقل اقل عقدة جنسية المرأة في التونس وفي السواحة الاقل عقدة جنسية اما في الداخل الجهات الاخرى اكثر عقدة جنسية ومش صارتلكش هكاية علاقة على الفيسبوك ولا على تويتر ولا على انت تبدلت بعض الكلمات حتى الصداقة عادية بنات عاديين باو فما ما شوية باو نحكي وشوية بكل مش حاجة كبيرة معنى جوست اصحابك اعطيني مثلا نوع العديد عن بناتكم مثلا اعطيني تجربة متاع واحدة مثلا في فيسبوك باو اكثر حاجة نحكي وعلى اغناء عالميزيك عالشيريل وفيلم وكتب حاجاتك اكتب امتنين اي كان طفلة مثلا اسلامة اسلامة شسمك كده كده تعرف عليها كده نقرأ كده وبعد وانت تقعد لها جماعة كاملة تحكيها على فلام ولا على الموزيكة بتفد هيا نقرأ 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 يعني لازم تقول لها حاجة تعرف المشكلة اللي احنا في المجتمعات متاعنا البنات تختار من بين اللي يختاروها ما عندهش الجرأة فهمت بشهية التجهة يعني قليل قليل جدا امرأة يعني يعجبها راجل تقولوا ركا عجبكم يعني 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 شنو تعمل معانت تحاول بشتلفة الانتباه للرجل وكان الراجل معانتها ميرميل هاش كلمة ولا حاجة تعمل روحها مفي بلهاش وساعات هي تبدأ منتبهة لي وتحبوا يرميلها الكلمة وتحبوا يعني يرميلها كلمة ووقتها يرميلها كلمة تدور فيه وتعمله عركة وتقولوا شبيه مخك خامش ما هي صحيح حسين لازم ديم الراجل يعمل الخطوة لولا لماذا لماذا هذية طبيعة يعني الراجل لازم يعمل الخطوة لولا حسب رأي تحكي أو تحكي في تونس نحكي في تونس ديمان نتكلم عن مواضيع هذه مواضيع إنسانية ما نشوفه في العالم أجمع إلا في بعض المناطق عقل إن الراجل دائما لازم يعمل الخطوة لو نشوفه مثلاً في مجتمعات أخرى أو في مناطق أخرى أو عقليات أخرى يقولوا إلي المراهة هي اللي لازمها تعمل الخطوة على خطر المراهة هي أدرة بذوروفها تعرف روحها كان هي ليبق ولا مش ليبق تعرف كان هي مع أنت الشخص يعجبها ولا ما يعجبهاش نحن نعرفه يعجبها الراشل يعجبها يعني راشل يعجبها يعني معانتها ما تقول لهش لي فهمت هذه معروفة فهمت إذن لماذا نكسره في دراسنا نحن نقعد كما نقوله نحن نحدله في في كادوات ما نعرفوش أنا هو الكادو اللي فيها معانتها كادو الكادو اللي ما فيهاش كادو نضربه في القرعة يعني نتكلم على المراهادي نتكلم على المراهادي نتكلم على المراهادي نشوف كون هي اللي مضربة فيها كما هو ترتحني واللي مضربة فيها تحكي معايا وأنا وقول لها أي أو لا لماذا ما نقلبوش الموضوع كيف رأيك صحيح كلام كما مجنيرال في تونس كما قلت لك الطفلة كيف تمشي ترمي يروح على طفول ولا تقول له على جبني ولا حاجة الطفلة دي ما تخاف من كلمة قحبة دي ما ذي كيع عقدتهم كلمة قحبة فنتمي أما كي الراجل يمشي الطفلة يرمي يروح ولا حاجة حاجة عادية خاطروا راجل بانسوير حسبهم خخ أما الطفلة دي ما تخاف من كلمة قحبة فنتمي من لونتو راج متاح عقلية يعني اي عقلية كثريت عقلية على خاطر المراها دي ما أدرة بظروفها يعني هي اللي تنجم يعني أكثر أنتي تتصور معناتها السببب الوحيد هي كلمة قحبة هي اللي تمنع المراها بشترمي يروحها على الراجل هناك هيا المتاقي هل ما هو أسباب من راجل معناها ثانية تش profession يعني مثل أن تقول إلي اج line لك itís الرجل لا يقول لي لكن المرأة تقول لي المرأة تقول لي حتى لو تحب تقول لا تشيح لك ريحك لماذا تشيح لك ريحك يعني المرأة ساعات مضروبة فيك وتعمل كل شيء لكي أنت تلتفت لها ما يسميهم عندها يعني اللي شعلوا فما نساء الهدف متاحهم أنهم يلبتوا الانتباه فقط من بعد يبدوا يبهدلوا بالرجال كما يحبوا هما ما رأيك في العقلية هذه؟ موجودة عندنا في تونس سياسة يعني تخذر لك في عينيك ولا تضحك لك هذه تضحك لها وهي تتكشبر وتدور وجه صحيح موجودة في النوع عن طريق البنات هذه تحب توري روح أقدم صاحباتها للرجال اللي يجري وراها وهي تطفي فيهم وهي كان عينها صحبة هي واحد صح أما هي قمك كما قلوا جعبة برشة ما هي تخير وتختار وتبعث الرجال سنتمي شطورك هي شخصية كبيرة سنتمي لا ترى السبب الكابتل الجنسي السبب المتاعه هو المرأة أو الرجل؟ لا، السبب المتاعه أو المرأة أنا أرى لأن الرجل لا يحشم من المشاعر ويعبر عليها ويقولها أما المرأة كما دائما أرجع لك هذه الحكاية هي تخاف من كل مكتاح لا تنزمش تقول أراني أنا أحب نعمل رجل ونحب نزرب وأنا مكبوتة وتشوف طفول آخر كيف يعمل رجل وكل هناك مشكلة من المرأة في هذه الحكاية أما الرجل لا يحشم وكلها في حكاية عقلية زادة حكاية التربية من اللي أنت صغير في هذه الحكاية احنا تكلمنا على مثل ما يسمى الفيسبوك عمرها ما وقعتلك علاقة في الفيسبوك؟ باك في المكتب في الفيسبوك اي 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 معناها كي نقرأ في المكتب بالفيسبوك في المثلين كنت عمروا لشيون أنا وطفلهم صاحبين بعضنا ما صغير ما نفهموش صغير صاحبين بعضنا في فيسبوك وكهوه قعدنا برس كعام صاحبين بعضنا وعمرنا مارينا بعضنا وتحكيه عن الحب وعالمشاعر وعالأحاسيس اي 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 نحكيه وضعوا وقتها جاءت فترة وقتها خصوف وقعتك قلتنا نتمنىك بحثات تحت الخصوف طوى نعمده كازفان ودرشنية هو صغير ماذا ماذا قتلك؟ هه قتلي ناس يا غام ووهد ويزي وغام وميزلمان قتلك هذه العلاقة الخلوة بيني وبينك مش حرام هه واعرفة انا عرفكة صغيرة يعني شنو الصفات اللي تشوفهم في المرأة انت كيفية اولا حكيه الشيء الفيزيك متاحة انت يعني الفيزيك يعني شنو خطر اسمع الفيزيك كيما قلنا كيما قالت عبلة وقالوا لها شما عجبك في عنطر عنطر معروف كان موشش باب شعر وحرش خايب ما في ميتشيك كما يقولوا هما فانت وكانت تموت عليه يعني عبلة وقالوا لها ما اعجبك في عنطر قالت انظروا الى عنطر بعينيني عبلة فانت قالت عليش انا مصطلح خايب وبيهي ما عنديش اصلا اسمينة غليبة عندي صاحبي انا مثلا يعني يوزنة اقل مني يعني 60 غيف وقصير ما يحب يسوحب كل مرأة فوق 150 كيلو صدقني صدقني يعني يقول لمرأة اقل من 130-150 كيلو وما فوق ما تعجبنيش فهمتها هذه اذواق فهمتها اذواق اذا انا مسألة الخايب والباير مصطلحات ما عندها حتى قيمة لحظة اما نحكي لك عن الفيزيك بو انا فرق عندي زوزة نوية عرف ما نصير لحظة اه التفضل عند المرأة معناه نحب نعям معها علاقة لحب وكانت العليقة لحب نعلم معها علاقة جنسية احساس العلاقة اللي نحب مع المرأة اللي نحب مع علاقة جنسية معروفة المواصفات تنمتني مغير ما زيدنا وضحهم لا وضحهم لا لا وضحهم كيفاش معروفة فين نعرفوهم احنا ايش نية الترمة كبيرة وبزازل عليك ترمة كبيرة برسباليك انتك ختاغة اذيك هاي في الغريزة متاعي من عرشة اذيك اش رغيب اه اي اعرش يمكن اذي 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 هب لتني ياس بقريرا ما حابش الترمة الكبيرة فانتك اي صحيح فهمش كون ما يحبوش مواجمنا نحب ش الترمة الكبيرةheure مواجمنا نحبش الذيه الكبيرة فهمتها و ديماوا نحكي مع أصحابي يقولوا لي ديما انت just with your friends كل المقروضات شفيفة مشكل المنفوخين وبزيز الكبار هكا كبرهم وترما قد المهي ما يعملون بهم من عصر ان انت عندك تجربة ما يعملون بهم البزيز الكبار والترما الكبيرة وشفيف المنفوخين شفيف الكبار والوجه يقول لك هذوك حافيتون اسمها كيف يقوله يقول لك شفيفة مطارة ضعب اه قد أتعلم وقرأت المواصفات كنت أتحدث لها انت بتاع مراء ضعيفة وقلت لي بشكل كبير ومواصفات نحبها نطاع مراء تحب نحبك كالمراء ضعيفة الفين وعندها برشة ونوثة ونحبك كالسامبل على الأخ لا نحبك كتاب مكياج ولبسها دراكي فيها نحبك كل سامبل وكلاسيك على الأخ وبعد بشوي بشوي نشوف مخ كان مخفاً ما تعرش بمرأة مثلاً عندها ترمة كبيرة أو بزيزة كبيرة والله ما تعرش شكاكة مش متطوش وما يظهر للإسلام في حل هنا الإسلام يعطينا حل كمرأة للحب ومرأة للشيخة مرأة للمتعة ومرأة للزواج معنتها المواصفات معنتها دي الجسدية وبعد قتلي شنوها العقل ما العقل يعني بالنسبة للمرأة للجنس ما يهمكش فيها عقلها ما يصحيح ما يهميش بينما مرأة للعشرة ما نقولش الزواج للعشرة يعني لازمها تكون عندها عقل ما هي بتبيعة وطبيعة طبعا ما هي بتبيعة نسألك بعض السؤالات معنت على الطائر واحنا في آخر الفيديو شخص ما هي نحن في تبوردال أو ما يسمى بيوت الخناة خممت برش مرات إنه لم يكن لازم يبدو عمرك 18 عام عمرك 18 عام وزيد اختار اختار في حامة في مواصفة باندية باندية صحا إن شايد موس قدام الباب يقول لك يجانيكني بالسيف لم يحل لك وجه لا هذا على الدعايات ليس صح لا الحقيقة أنا ما شفت قدام عيني ما أحكيه لي لا أعرف ذلك قبل عاني يحكيون بشي خوف العباد بشي لا 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 أحكي لك العباد كبار يحكيون بأن أحكي لك العباد في عمري وصغر مني وكبر مني بشوية معناهم شايف وشايف فمتني ما نتصورش لهذه الدرجة يمكن حالة حالتين وقعت أنا أعرف شي أنا ما شفت قدامي لحقيقة أعلم أما أنت تتصور أو تصبح عمرك 18 سنوات بشي تجربة نتصور أي لازمني برج وليا 18 سنوات من غير حق شاي لازمني يعني تشوف اللي بيوت الخناة هو نوع ما يعني متنفس للكبت الجنسي با مش متنفس 100% ما بيقي خير من بليش خير من بونيتا كما نقول خير بتبيع خير بالفمر هذا سؤال الأول أسؤال الثانية ما هو رأيك في الزواج؟ بو أنا كونترا حكيت العرز جملة 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 زادة يعني قول بالعشرة أنا نعيش وفردار وورقة وكنترا تصحيح عليها ذلك كل شمدخلكم فيها جملة شمدخل الحاكم وشمدخل ريلا سعون بيني وبين مرأة ولا بيني وبين راجل ولا بين مرأة لا تكون عندهم كهذا يطلق ذلك كيف تساعد أنك يطلق أولاد خارجية من الأزواج يطلق ذلك نحن بأولاد خارجية من الأزواج معناها عائش أنا ومرأة ونحن أضطفل نعم العادر نعم عادر عادي اخيات الفرق بين خارجي طار الزواج و في طار الزواج الفرق في أوراق وتصحيحها مفهم حتى فرق يعني تنجم حتى تجيب أولاد خارجي طار الزواج وتعطي اسمك عادي وهي عادي الفرق الكل كما قلت لك في أوراق وتصحيحها ما فهمت ما يعني عقده في الأمور فقط فهمت مفهم و ما رأيك في تعدد زوجك و ما رأيك في تعدد الزوجات يبو هل رأيك هيهانة كبيرة للمرأة و لماذا تعتبرها يهانة كبيرة للمرأة؟ خاطر هي المرأة عفهمت تروى بارتنير أخرين مع رجلها وهي مع ما رأيك في السلطة؟ معناها الراجل عنده الحق فاربع عنسية وهي معاديش الحق فاربع رجال مثلا فهمتني لا اكينا عطيها هي الحق هاتف بتعملها ربع عرجال حرة المرأة عندها الحق تعرص قدمة تحب والرجل عندها الحق يعرص قدمة يحب انت قلت مع انت هذه الموش شخصية يصدد زوج انساء متفاهموا متفاهمين مع بعضهم صحاب يحبوا يعرصوا من رجل ولا المرأة تحب تعرص بزوج رجال وهم متفقين الثلاثة مع بعضهم يحيش مع بعضهم ايكي ما هو المانع ما هو المانع اننا نمنع هذا الشي لا مفهمة حتى مان هو كل واحد حر اللي يحب يعيشك يعيش الاروحه وهم متفقين في بعضهم امورهم معناه امور يعني بنسبة لي كنتي لا ايه بنسبة لينا لذاك اش الحب مقلب ولا اماكي هما متفاهمين انا اش مدخلك اش مدخلك انت يعني امرأة تعرص بزوج رجال ولا بزوج رجال وهم متفاهمين ايه تعرص حتى بقرد معناه امور 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 ماذا يرىك في مسألة الخيانة؟ الاخر معناه انا ارى ثقاف ما غلطة من الآخر الذي أنصف فالخر يحصل الشعب بإمكانك من الآخر معنى هكذا كيفاش فسل يعني الغلطة منه هو كيفاش وصل البرتنير متاعه وخانه اصير الغلطة جاي منه هو فمتني اما حتى الآخر يتحمل مسؤولية اذا كان النجم يقول له من الآخر ما عاش النجم يتكمل معاك ولازم يشوف عبد آخر فمتني ما نحملوش المسؤولية كل عالي خانه بها انت لو مثلا تكون معرسة ومعاش الواحدة عايش معاها واكتشفت انها خانتك شنو يكون ردد فعلا بو عاش نحكي معاها شوف الاسباب جنية اما في الآخر ما ننجمش نكمل معاها ما ننجمش نكمل معاها لا الحقيقة لا ما ننجمش وكان مثلا نضرب لك مثال آخر فمت انها واحدة خانتك واكتشفت قيمتك وترجعلك وتقول لك اراني خنتك فمت واكتشفتك انت هو بالفعل اللي عجبتني يعني خنتك في بالي ما انت بش تنقى مخير نعم نعم لكن في فترة من الفترات بعد عام عام عامين ثلاثة سنين خمسة سنين عشر سنين انت وياها فمت شافت حبت تجرب حاجة اخرى فمت وشافت ما يسمى شخص اخر شافت معه وخانتك معه من بعد اعترفت بالخطاء وجاتك قتلك يا الياس بكل صراحة راني خنتك فمت تقول لك حاجة تعملك عشاء وكل شيء ومع انت وتحضر لك كل شيء وتقول لك راني نخنتك وحبيت نعرف قيمتك ونشوف معنة نلقاش مخير منك واكتشفت انت هو اللي يحبك وانت هو اللي يموت عليك ويحبك تسمحني ممكن في الحالة ذي ممكن نسمحها ونرجعها بعد ذلك كل ممكن نرجع يعني عندك مجال للمخطرة سمى مجال سمى انا خطت كانت معك صريحة ايه اذا انت وشنو رايك انا نسألك سؤال اخر شنو رايك في مرأة عمرها ما خانتك عايشة معاك عشرة سنين لكن تنهار من نهارات اكتشفت اللي هي وتترقد معاك تتخيلك راجل اخر كما فهمتك شنو يتخيلني راجل اخر شمعنى يعني هي ترقد معاك وعمرها ما خانتك جسديا ولكن عقليا تتصورك وترنتي تداريقد معاها تتصورك راجل اخر مثلا نضرب لك مثال ذا رايك دمعاك وعمرها ما خانتك وعمرها ما معانتك كما نقول و احنا مشيت معا راجل اخر ونهار انتي مثلا رايقد معاها تمارس في الجنس وهي مثلا قتلك مثلا ابراهيم هي تتخيل في مخة ابراهيم مثلا ولا محمد ولا اي وحدة كنو تكون ردة فعلة باو قل لها انتي من الاول علش كنت معايا جملة واحدة كي تسخيني عبداخ قل لك انفنتازم انا انفنتازم واحد عجبني اخي تخيلته انتي باو وقتا كما تزيد تعرف عليه مليح وتعرف شخصيتي مليح وكان عجبتها الشخصية ذيك خير من الشخصيتي في مخة كمل معايا وكان ما عجبتها تمشي باروحة هل انتي مع انت تقبل انه واحدة مثلا عايش معاها وعمرها ما خانتك جسديا ولكن يعني تخونك بالفنتازم أجب هذة لا نقبل هاتف اكثر من الخيانة الجسديا لا تقبل هاتف اكثر من الخيانة الجسديا يعني هذة لا يخفى ايه ماذا؟ سيلياس في الحقيقة الحديث معك روعة يعني كنت صريح الأكثر شي ممكن في الحوار بتاعك ومباشر وتنجبشي شنو الحل بش نخرجوا منه شنو النصيحة اللي تعطيها للشباب والشابات بش يخرجوا من العقد الجنسية خاصةً في العمر بتاع طناعة 13 سنة 14 سنة 15 سنة شنو تنصح الشباب هل مثلا تنصح انهم يمارسوا العلاقات الجنسية ويتعرفوا على الجسد الآخر وتكون هناك ثقافة جنسية في الإعلام وفي التلفزة وفي المدارس أعطينا وجهة نظرك بش أجيال القادمة متعيش اللي انتي عايشوا بالنكبة الجنسية أنا أول حاجة الرأي في المكتب من الأول المكتب يواعيهم جنسية ويقررهم الثقافة الجنسية وكي كل واحد يعرف الميولات بتاعه وكل واحد يعرف احترموها على الميولات بتاعه كي يكبر واحد ما تصير مشاكل او اذا كي نضربوه اي اذي لزبين اذي كذا فهمتني وكل واحد يعبر على مشاعره مغير نفاق ومغير حتى حشمه ويعلموه كي المرأة كي الراجل معناها هذا يحب والاخرى تحب فهمتني وزوز عباد وزوز عندهم مشاعر كونتر بعضهم وكي هوا معناها وزيدوا في العائلة في العائلة كما تعلم البنت كما تعلم بنتك كما تعلم بولدك وكي لا تشعر كل واحد بحسس بروحوا ديفيرون على اليخ وانتي بشوية بشوية ما تكونش نتصور بالجو هذا كل ما تكونش عقدة معنا تمشي عادية على اللخ معنا نفسي تلعبت الجنسية معنا فهمتني وانتي ش قولك؟ اي يعني خاصة الاختلاط يعني في المدارس في الأسرة في الحفلات هذه متع قاوي للرجال وقاوي للنساء فمتنسى وحدهم ورجال وحدهم والد العقدة الجنسية اي فولا فولا اي صحيح مثلا ما مرأة مثلا معطيك في تونس مرأة بش تجيه شتعد في شارع شارع فيه طهوة متع رجال ما تعداش في الشارع ذاك تمشي شارع آخر مفيش قهوة وبالرغم اثنية ذيك أطول فمتنسى هذا تسبب عقدة كبيرة اي هو يقول لك سبب العقدة من الطرف الآخر هو الجهل بالآخر لهذا لازم تكون واعي ومعرفة بالآخر بالمرأة بالرجل كل الرجل لازم يعرف المرأة والمرأة لازم تعرف الرجل اذا النصيحة هي التوعية فمتن التوعية في المدارس وفي الأسر وفي الإعلان طبعا وفي كل الوسائل وطبعا لازم الإنسان زادة بحد ذاته يكون يعني يعمل بحوثات على نفسه يحاولش بش يكون مربع التفكير يعني فما تجارب في الحياة لازم نجربوها ولو حتى ما نحبوهاش لأن من خلالها يمكن تفتح لنا أبواب أخرى لأننا نعرف شخصيتنا أكتر ونعرف أطبيعتنا أكتر وطبعا كلمة يعني للنساء أنا أقول كلمة وأنت خليك تقول كلمة للنساء أنا أقول كلمة للنساء يزيو 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 من تسكير اللعب كما يقولون فأنت وحلوا شوية وتفتحوا شوية ويزيو معنتها بالسخرية فأنت بمشاعر الآخرين وطبعا نفس الشي الرجال نقولون لهم يزيو معنتها من الإهانة للمرأة ونظر إليها بنظرة دونية فما فماش فرق من بين راجل ومرأة ما فماش فرق من بين لون ولون ما فماش فرق من بين شكل وشكل الإنسان ليس جسد وليس مبهر الإنسان عقل 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 وإحساز وضمير شنو أنت توجه كلمتك للنساء ودرجات كآخر هذه الفيديو بو كلمتي للنساء عيشوا بغير نفاق عبر على مشاعرك كما هي مهما تكون ما تنفقش اللي في مخ تقوله ما تبدأش تزجزج وتمشي يمين ويسار كما الراجل يعبر كما يحب أنت عبر كما تحب وما عندك منش خايفة وبشوية بشوية مجتمعه في حد ذاته كله يستنس بها لحكيه ما تظهر لهش حاجة غريبة بالوقت فالحل موجودة ما الحل تحب له برشة وقت وكاو وبالنسبة لرجال حتى رجال ما مش نقسين زادة ياسر يلعبوا بالبنات وورزنوا شوية في مخاكم وورزنوا في مخك وأعرف ماذا تختار وتبدأش تلعب بالبنات حسنا شكرا إلياس ومارسي عليك كريم أشكرك على هذه المقابلة ومعا فيديو قادم وبسلامة بسلامة اشتركوا في القناة